لطالقة بمصر الحديثة والجمهورية الجديدة كان لابد من خطوات جريئة وحلول نهائية للمشكلات الكبرى التي توجد المصريين فكانت دعوة رئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني الذي لم يترك ملفا يعني المواطنة المصرية إلا وطرقه وتخلل في مفاصله ومن بينها ملف حقوق الإنسان الذي خصص جلسات موسعة مستفيدة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطية تباريه ملفا مهما في ظل محيط إقليمي مهترئ وحرب مع الإرهاب كما يأتي ذلك ضمن أهدافها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي الورد بشكل حقيقي وواقعي يتغيرها في عقلية المشرع المصري وصانع القرار في معالجة المشكلات المتعلقة بالقانون وأن الخطوة الكبيرة التي اتخذت في مجال حقوق الإنسان سواء كانت في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أن اختيار تعزيز حقوق الإنسان هو اختيار وطني في المقام الأول خطوات مهمة اتخذتها الدولة لضمان حقوق الإنسان ضمن أولويات الدولة ومبادئ الجمهورية الجديدة ومن بينها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وقرار الرئيس لإفراج عن المحبوسين احتياطيا وهي خطوات توحي بمادى انحياز الإرادة السياسية الواضحة لمناقشات الحوار الوطنية كما جاءت التوجهات الرئاسية باتخاذ ما يبدو لإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديدة استجابة لتوصيات الحوار الوطني والتي من بينها مقترحات لتخفيف الحبس وكذلك تعويض السجناء حال توقيف الخطئ في خطوة عدها حقوقيون ضرورية وعاجلة لإيجاد حل لهذا الملف المجتمعي الشائك كما تتضمن التوصيات تقليص مدة الحبس الاحتياطي وبدائله وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدد الجرائم والتعويض عن الحبس الخاطئ وتدابير منع الصفر لتأتي استجابة الرئيس بالموافقة وشروع الحكومة ومجلس النواب في اتخاذ ما يلزم لتطبيق التوصيات واقعا وهو ما يثبت الحقيقة الواضحة أنه بتوجه وطني خالص تتخذ الدولة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحوار الوطني حلولا جذرية وعلاجا لأمراض قديمة